اشتركوا في القناة في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرض أمنى المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شريسة وكانت قاعة القيادة وتنسيق بتمالة قد تلقت إشعارا حول قيام شخص يحوز سكينين بإحداث الفوضى بالشريع العام مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شريسة وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت الكلب المذكور وقد مكن هذا الاستعمال اضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه حيث تمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف نياب العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية إذن متطبيق قناة شفتري شرطي يضطروا لاستعمال سلاحي الوظيفي من أجل إيقاف شخص عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جديد وخطر